لا تهدأ المواجهة بالجوف حيث تشهد المحافظة تسارعا في وطيرة العمليات العسكرية بين الجنش الوطني من جهة والميليشيا من جهة اخرى معارك الساعات الاخيرة في الجوف وتحديدا في مديرية المتون شهدت صد قوات الجنش الوطني لهجوم من شنة الميليشيا على مواقع جبال حام شمال المديرية وعلى بعد كيلومترات من المنطقة وتحديدا في مواقع السرب الواقعة غرب صفر الحناية المطلة على معسكر حام تمكنت قوات الجيش الوطني من صد هجوم اخر شنة الميليشيا على مواقع الجيش هناك حصيلة المواجهات ادت بحسب ذات المصادر الى مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا بعد محاولتهم التسلل الى مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال حام وفي مديرية خب والشعف كبرى مديرية محافظة الجوف لقي قائد فريق هندسة الالغام التابع للميليشيا ويدعى ابو محسن مصرعه بعد انفجار لغم ارضي اثناء عملهم على زراعة الالغام في جبهة صابرين فيما استهدفت مدفعية الجيش الوطني طقما اخر في ذات المنطقة ادى الى مقتل من كانوا على متنه تسارع في العمليات العسكرية يسعى من خلالها الجيش الوطني الى استكمال السيطرة على ما تبقى من محافظة الجوف وتحريرها من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح